السلام عليكم تعتبر ديزني أشهر شركة لأفلام الرسوم المتحركة جذبت الأنظار نحوها بفضل شخصيتها المشهورة وأفلامها وحضائقها من مختلف الأعمار السنية ولكن في السنوات الماضية احتفظت هذه الشركة بأسرار لا يمكن تخيلها ليس فقط في أفلامها بل في أي نواحي مختلفة لهذا استعد جيدا لمشاهدة تسعة أسرار في ديزني ستصيبك بالصدمة ولكن إذا كنت من عشق هذه الفيديوهات لا تنسى الضغط على زر اللايك حتى نعرف عدد المهتمين بهذا الموضوع تاسعا المأسات المتكررة للشخصيات الأساسية ربما لاحظت دائما عند متابعتك لهذه المسلسلات أو الأفلام الكارتونية وفاة أحد أباء الشخصية الرئيسية وعدة ما يتم فقدان الأمة وشخصيات مثل حرية البحر أو الجميلة والوحش أو علاء الدين وغيرها من الرسومات الكارتونية جميعهم مروا بقصة حزينة فيما يتعلق بآبائهم ولعلك سألت نفسك لماذا يحدث هذا حسنا فهذا أمرا متعمدا وأوضحت شركة ديزني تلك الفكرة عبر موقعها الرسمي مؤكدة أنها عبارة عن زرع أسس تحمل المسؤولية منذ الصغر في الأطفال ولكن هناك أيضا تفسيرات أخرى متمثلة في مأساة حدثت لولد ديزني ويحكى أنه في أوائل الأربعينيات اشترى ديزني منزلا لوالده وأمه للانتقال إليه والعيش فيه ولكن ذات يوم وجدت الخديم والديه فاقدين الوعي وتم نقل والده إلى المستشفى فورا لكن أمه توفيت ومنذ هذه اللحظة تظهر الشخصية الرئيسية ياتمت الأم وتتعرض لمأساة حقيقية لهذا ربما يكون هذا السبب الأساسي في سر وفاة الأم اكتب لنا في التعليقات ماذا تعتقد أنت ثامنا لن تصدقه في عام 2002 صدر فيلم الرعب تحت عنوان الحلقة أو The Range عبارة عن قصة تدور حول شريط فيديو غامض يظهر فيه صور مرعبة هذا الفيلم حقق نجاحا واسعا وسط أفلام الرعب بفضل صورة الطفلة سمارة وربما لن تصدق ما سأخبرك به ولكن هذا الفيلم ارتبط بديزني وبالطبع لا علاقة له بنوعية أفلام ديزني ولكن تم ذكره هنا لأنه في نفس العام أصدرت ديزني فيلم كارتوني بعنوان ليلو وستيتش وربما تتساءل ما العلاقة بين هذين الفيلمين في الحقيقة قامت نفس الممثلة بهذا الدور نعم أقصد ديفيد شاس الطفلة صحبة الاثنى عشر عاما والتي أرعبت الجميع بصورتها ولكن صوتها المميز جعلها تشترك في الفيلم الكارتوني وهذا سر أخفته ديزني لعدة سنوات لعدم الخلط بين الرعب وشخصيتها الكارتونية سابعا لا أحد يعرف من هم سر غريب لا يعرفه سوى قليلون فقط وهم هم الحديقة ديزني ففي الحقيقة يحاولون إخفاء هذا الأمر فلعلك تسألت أنت من تلك الأشخاص المتنكرة التي تقوم بالألعاب في حديقة وولد ديزني مثل ميكي ماوس وغيره من الشخصية الكارتونية فلعلك لا تعلم أن الأشخاص المتنكرين فقط يعرفون بعضهم البعض ولا يعلم أي موظف داخل ديزني هويتهم هذه القاعدة رقم واحد في جميع حضائق ديزني لهذا صممت ديزني لهؤلاء الأشخاص مكانا خاص لتناول الطعام وارتداء الملابس والذهاب إلى المرحاض ويتعاملون مع الموظفين الآخرين بأسماء وهمية وحتى هذه اللحظة لا يعرف هوية هؤلاء الأشخاص ولعل السبب يرجع إلى رغبة مسؤول ديزني في التخفي يوما ما وراء هذا الزي لمعرفة طريقة معاملة الموظفين للأشخاص وكيفية إدارة الحديقة وغيرها من الأمور سادسا الملك الأولى هذا ليس سرا أفلام ديزني الكلاسيكية بنيت على قصص لفتيات وبشكل عام مثلوا دور الأميرات أو إحدى الأشخاص الشريرة التي قامت بنزع دور الأميرة منهم في طفولتهم ولكن كل هذا تغير في العقد الأخير وبدون الذهاب بعيداً ففي فيلم فروزن الذي بث في عام 2013 كسرت هذه القاعدة القديمة وتم تقديم إلسا بطلة هذا الفيلم كاوى الأميرة بين أميرات ديزني تحصل على لقب ملكة بمظهر وزي بعيد كل البعد عن المظهر التقليدي الذي تظهر ديزني دائماً فهل يرجع ذلك إلى ظهور قصصاً جديدة أكثر تناسقاً مع الأوقات الحالية؟ عليك أن تكتب لنا في التعليقات ماذا تعتقد خامساً أنفاق سرية يعتبر وولد ديزني شخصاً طموحاً وليس فقط منتج أفلاماً كرتونية بل أيضاً كان شغوفاً بعمل حضائق لشخصياته الكرتونية صممت لهدف واحد فقط سحر خيال الأطفال وعلى الرغم من بناء حديقة ديزني بعد فترة كثيرة من وفاة وولد ديزني إلا أنها تحمل بصمته وخلال تخططه لهذا المكان لسنوات عديدة شدد ديزني على ما يزعج الأشخاص المتنكرين لأنهم كانوا يضطرون للانتقال من مكان إلى آخر واعتبر هذا أمراً يكسر قاعدة السحر والمفاجأة التي كان يرغف في انتشارها داخل المجتمع الترفيهي لهذا فكر في إنشاء عنفاق سرية تربط بين أماكن الحديقة بشكل كلي وساعدهم هذا الأمر على تغيير ملابسهم بشكل مريح لا سيما أننا عشرنا في السابق إلى ضرورة إخفاء أويتهم لأي شخص آخر لهذا عند زياراتك للحديقة لا تتفاجأ من ظهور أي شخصية كرتونية من العدم أو في منتصف الحديقة وكأنه ساحر رابعاً بيكسر يعتبر ستيف جوبز صاحب رؤية للعالم الحديث ورجل أعمال لديه نظرة كبيرة في الصفقات لهذا في عام 2085 اشترى بيكسر من لوكاس فيلم مقابل خمسة ملايين دولار وبعد ذلك عند عودته لأبل في عام 1997 في منصب الرئيس التنفيذي احتفظ بمنصبه داخل شركة بيكسر ولكن في النهاية قرر رابع بيكسر بما لا يقل عن سبعة مليارات دولار وبغض النظر عن المال خطوة دخول جوبز في بيكسر وأبل ظلت محفورة بين الشركات العالمية لهذا تحتوي أفلام بيكسر على تفاصيل كثيرة تعود لأبل ويمكن لأشاقها ملاحظتها بسهولة كل هذه المشاهد لا شك أنها بمثابة تقدير لدور ستيف جوبز في عالم التكنولوجيا والنجاح الكبير الذي وفره لكلتا الشركتين ثالثا اعادة استخدام على الرغم من اعتماد ديزني على أفضل من صنع الرسومات المتحركة في أفلامها الكرتونية ولكن من حين لآخر يقومون بإعادة استخدام بعض المشاهد وعلى مواقع الانترنت تنتشر صورا كثيرة لمشاريع مختلفة لمشاهد معاد استخدامها وإذا لم تصدقني فقد شاهد هذه المقاطع والتفسير الرسمي لإعادة الاستخدام يؤكد أن هذه الطريقة توفر لهم الوقت في الاستعانة بأشخاص جديدة وأيضا تتميز بعرضها الروائي الطويل والآن اضغط لايك إذا كنت متفقا مع هذا أو تعتقد أنها مجرد حيلة لتوفير النفقات ثانيا أفلام ملونة لا يمكن لأي شركة إعلان أن تكون رائدة في المجال إلا إذا كانت تعتمد على ظهير تكنولوجي قوي ومنذ إنشاءها تمتلك ديزني هذا الأمر بشكل واضح لهذا منذ بداية عام 1932 حتى عام 1985 حصلت ديزني على الرخص الخاصة لطباعة أفلامها بالألوان لتصبح أول شركة في استخدام هذه الخاصية الأمر الذي دفعها لاستغل لهذا الأمر بشكل جيد لأنه قبل هذه السنوات كانت الأفلام تصدر باللون الأبيض والأسود ولكن نجح أحد المخرجين في إقناع ديزني باستخدام تقنية الألوان وكانت النتيجة مدهشة للغاية وحاليا لا نرى أن هذه الأمور أفضل الأشياء ولكن حينها كانت الأفضل بكل تأكيد وكأننا نشاهد في وقتنا هذا الفرق بين الصورة العادية وصورة بدقة 4K ونظرا للنجاح الذي حققته هذه التقنية تفاوضت ديزني على إبرام عقد لمدة عامين يمنحها حق احتكار هذه الخاصية ومنع أي شركة إنتاج أخرى لإصدار أفلام بالألوان حتى أصبحت رائدة في عالم الأفلام الكرتونية بالعودة إلى حضائق ديزني نجدها ممتعة للغاية لأنها تأخذ كل شيء في الحديقة على محمل الجد وإذا حصلت على فرصة زيارة الحديقة يوما ما لن تجد مكانا مثله في أي بيئة أخرى الجميع يبدون سعداء مثل ما نشاهد على أغلفتها وبغض النظر عن سر شخصيتها إلا أن الحديقة لديها قاعدة أخرى ثابتة متمثلة في تعامل الموظفين مع الزوار بلطف وابتسامة مشرقة لهذا إذا كنت مكتئبا أو حزينا أو محبطا ما عليك إلا أن تذهب إلى حديقة ديزني لاستعادة طاقتك الحماسية من جديد اكتب لنا في التعليقات أي من تلك الأشياء أدهشتك الآن وصلنا لنهاية مقطع الفيديو ندعوكم لمشاركة الفيديو مع أصدقائكم ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات إلى اللقاء اشتركوا في القناة